الناس لا تلجأ لي شيخ ولا فكي ولا لي ولي ولا لي صالح من عمل صالحا فلنفسه ده القرآن كذي وده ما حق جماعة كلامنا ده ما حق جماعة ولا تبقى في أي جماعة وده ما كلام السعودية ولا مصر ولا السودان ده كلام رب العالمين كلام رب العالمين سبحانه وتعالى توكل عليه اعتمد عليه تحسن الظنبيه لو عصيت ألف معصية تقوم براك تتوجه لي يا الله أنا أغلط ألف مرة أغفر لي بيغفر ليك ولا ما بيغفر اغفر يا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا أسرفوا دي يعني تجاوزوا الحج أسرفوا أسرفوا أي تجاوزوا الحج قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقضطوا من رحمة الله لا تجأسوا من رحمة الله دائر جنة أسأل الله والله لو عمرك تزعين سنة يديك جنة ما شفت إبراهيم عليه السلام انت قال أول ولد ولده لعمره كم عمره ابن كثير قال أربعة وتمانين سنة إبراهيم عليه السلام ده في تفسير الآية من سورة إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر بعد كبرتان هسي داي الزوج سنتين تلاتة جماعة يقلقوا به والله في البلد بقلقوا له ومراهم بقلقوا بيك ناس الفريق إتا تكون صابر هون يجوك أسمع ما بقيته ثلاثة لو ما بقينا الثلاثة هي ركشة تاني بعد يومين يجوك أسمع مافشي يا غشي بجي بوب القوة هو هو بجي أزول مشلول تلقى عنده سبعة جهلة واحد تلقى سايق لوري بيت واحد يلف تلقى جنة ما عنده تلقى عنده عمارة تزعة طوابق وساكن فيه هو مرته بس تلاتين سنة ما عنده هون جنة تلقى إلا بالقروش هي ولا بالصلاح أولا يقول لك عشان صالح كفار داي لسي بلده ولا ما بلده بلده تيمان ما جاي في الصينين دال بالشابة وكيف كفار تلقاه نلده ومسلم تلقاه مرات ما يلي شغل هذا يا جماعة عند الله وعك تمشي لك ليزول تقول لك شوف لي وسوي لي وكذا ويشوف المرأة يقول لك هكا التراب ده اكشحوا في الحوش منطقة الحوش تمشي تكشح التراب وخلي للمرأة الترابة في خشمك ما عارب الحاصل عنده كله لخبة ولغوثة ناس تعتمد على الله وتتوكل على الله وتجعل عقيدتها في الله صحيحة وانا كلام هذا حار ما عليش لكن الدكتور مرات بيشرط البطن شان يطلع المرض هو حار شغله لكن دير للناس الخير وعندك زائدة ممكن يجيب لك تلجأ وقطع يهبش لك ببرة تبرد شوية تاني اجيك لما انت الدكتور ده بيجيب مقص وبنجك ويشرط لك البطن وطلع لك الزائدة ويرجع لك تاني وقول له الله يا دكتور تعبتني لكن في النهاية ارتحت الحمد لله ليك يا جماعة الانسان يعتمد على الله يتوكل على الله ويتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويصبر على ذا الناس اشتركوا في القناة